تضبط المنبه بتاعك كل يوم وعلى صلاة الفجر كده وتسحى تصالي الفجر وتقري قرآن وكما تقري اذكار الصباح بعدها تقدر تطلع تشمي هوا هتلاقي الهوا بتاع الفجر ده بيكون هوا ناقي جدا وتمشي كده حتى لو قدام بيتكم لان الرياضة حتى لو الرياضة الماشي من الحاجات المهمة جدا جدا خاصة في الصبح تاني حاجة معانا تقدر في فترة الاجازة ان كنت تهتم ببشرتك وتعملي نظام معنا معين للعناية بالبشرة عناية بالجسم عناية بالشفاه تقدر اللي هو تهتم ببشرتك كده عشان ببشرتك ما يبقاش فيها مشاكل وتبقى نظرة كده وتبقى صحية سويت معاكم فيديو قبل كده عن صناعة غسول في البيت يعني وكده تقدر تشوفوا الفيديو ده كنت عملت معاكم اللي هو غسول في البيت بدون اللي هو اي حاجة من برة تقدر تشوفوها هيفيدكم جدا 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 لانه الغسول من الحاجات المهمة والضرورية جدا جدا لكل بنت تالت حاجة تقدر تعملي صرطة فواكت كده وتكليها انتو قاعدة على الموبايل بتاعك زي ما انتوا عارفين كده الفاكهة مهمة جدا للجسم وكمان مهمة للشعر مهمة جدا لكل حاجة فبجد الفاكه من الحاجات الضرورية جدا 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 رابح حاجات اقدر ترتب التصريحة بتاعتك وكمان ترتب الملابس بتاعتك وتطلعي الحاجات اللي انت مش عاوزها انا هنا كنت ارتب اللي هو العطور بتاعتي المونيكير بتاعي الرج بتاعي وكنت باشوف الحاجات اللي هي مدة صلاحيتها انتهت وخلصها رميها والحاجات اللي هي مدة صلاحيتها لسه ما انتهتش يعني خليتها معايا فمهمة جدا ان كنت تعزلي الحاجات اللي انت عاوزها او الحاجات اللي انت مش عاوزاها خامس حاجة لو انت من الناس اللي هي بتصرف فلوس كتير وما بتبقاش عارفة فلوسها راحت فين او فلوسها ضاعت فين تقدر تعملي اللي هو الجدول كل شهر انا هنا كتبت اللي هو مصاريف شهر سبعة وكتبت الحاجات اللي انا صرفتها في شهر السبعة يعني حتى فلوس المواصلات بتاعتي كتبتها فبجد الحاجة دي مهمة جدا وضررية جدا انا بالنسبالي لازم اعملها كل شهر عشان ابقى عارفة انا فلوس راحت فين حتى لو صرفت متين جنيه صرفت اتنين جنيه بافضل كتبها كده بفرقة عشان ابقى عارفة الفلوس راحت فين وعملت بها ايه فالحاجة دي مهمة جدا جدا ولازم تعتمدوا عليها في مصارفكم الخاصة تقدر تطلعي كده وتروحي مطاعم جديدة لو مطعم هندي مثلا او مطعم مسانسوري او اي مطعم اللي هو غير بلدكم كده واتجربي اكلات جديدة واتجربي حاجات جديدة ده بجد هيفيدك جدا وتحس ان الموضوع فني اوي كده وحلو اوي سابع حاجة معانا تقدر تستغل الاجازة بتاعتك وتتعلمي اي لغة انت حابة تتعلمها منصة اليوتيوب بتوفر لنا دروس مجانية كتير جدا لتعلم اي لغة سويت معاكم فيديو قبل كده عن طريق تعلم اللغة اللي هو التركية اتعلمت لغة تركية بجد في البيت بدون اي حاجة بدون اي دروس بدون اي منحة او حاجة تعلمتها في البيت تقدرت روحوا تشوفوا الفيديو واتطبقوه على اي لغة انتو حابين تتعلموها بجد تعلمت لغة تركية دي من البيت من حاجات اللي هو من منصة اليوتيوب بس شاركت معاكم من زي تعلمتها وكيف تعلمتها في فترة صغيرة روحوا شوفوا الفيديو وطبقوه على اي لغة انتو حابين تتعلموها تامن حاجة تقدر تستبدلي مشروبك المفضل بمشروبات جديدة او صحية يعني انا هنا كنت دايما بشرب شاي فاستبدلت الشاي بالمشروب الجديد اللي هو مشروب اللي هو الزبدو فبجد المشروب ده حلو جدا جدا اصحي كمان للجزم وكمان تقدري تعملي مشروبات صيفية لذيذة كده هتحس باللي انت عاش وقتها وتحس انك انت اللي هو المشروب ده انت اللي عاملاه بنفسك فبجد الموضوع حلوة اوي وفن اوي بالنسبة دي تقدري كمان في فترة الاجهزة ان كنت تسمعي كدراما والمسلسلات اللي انت حاب تشوفيها طبعا في فترة مدرسة بيكون قدامكم مسلسلات كتير اوي فتقدري فترة اجهزة ان كنت تسمعيهم بقى وتشوفيهم وتعلمي اللغة من خلال هو سماع المسلسلات والافلام انا عن نفسي تعلمت اللغة التركية من خلال انا وبتفرج على المسلسلات التركية فبجد الموضوع ما تاخدوش موضوع ان كنتوا تتفرجوا خلاص لأ حاولوا تتفرجوا وكمان تتعلموا اللغة اللي هما بيقولوا بيقولوا ايه بينطقوا ازاي فبجد الموضوع حلو جدا 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 هيبقى استمتاع وفي نفس الوقت تعلم عاشر حاجة معانا تقدري تعملي المشروب ده عالصبح كده هيفيد جسمك جدا 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 خاصة الناس اللي حابة تخسر وزن انا دايما كل يوم في الصبح كده بجيب كوباية كده وحط فيها شوية مية مية دافية مية سخنة واي مية عادي عندي او مية ملحنفية وحطوا فيها اللي هو نصف ليمونة كده اعصرها في المية واشرب المشروب ده المشروب ده حلو جدا جدا هخلصك من كل السموم وكل اللي هو الدهون الزايدة في الجسم فبجد المشروب ده حلو جدا جدا للبنات والرجالة والكل يعني تقدري كمان في فترة تأجازة نيكيتي تشترك في الجيم وتروح الجيم عشان تقدري توصلي الوزن مثالي ووزنه صحي الجيم طبعا من الحاجات اللي هي للناس اللي حابة تخسر وزن والناس اللي هي حابة تزيد وزن يعني مش شرط اني كلت حابة مثلا لأ انا حابة ازيد وزن بتخلص من فعش رح الجيم لأ الجيم هيساعدك انك انتي اللي هو وزنك يبقى صحي وكمان جسمي يكون صحي واصدي اللي هو جسم وزنك اللي هو يكون مثالي تقدري كمان في فترة تأجازة نيكيتي تتمرسي اي هوية انت بتحبيها سواء هواية الرسم وهواية الاغنة وانكيتي تعملي اعمال يدوية اي هوية انت بتحبيها تقدري في فترة تلأجازة نيكيتي تتنمي الموهبة بتاعتك انا هنا في الفيديو ده كنت بحاول ارسم كده على رسمة انيمي صغيرة بس الاسف ما زبطتش معايا لاني انا من الناس اللي ما بعرفش ارسم اصلا فبجد حبيت الموضوع وحبيت اني انا اتعلم اكتر عشان احاول اللي هو ارسم انيمي بشكل كويس فان شاء الله في الفيديوهات الجاي هشارك معاكم ازاي اللي هو نتعلم ان احنا نرسم انيمي وكده كمان في فترة الاجازة تقدر تسفري مع اصحابك وتغيري جو كده وتزوري اماكن جديدة بلد جديدة وتتعليم اللي هو عاداتهم وتقاليدهم تشوفي ايه الاكلات المشهورة عندهم بجد الموضوع ده انا بحبه قوي بالنسبة لي لما بروح ايه بلد جديدة بحب ان انا نعرف ايه العادات بتاعت البلد دي والتقاليد بتاعتهم ايه الاكلات المشهورة عندهم ايه اللهجة بتاعتهم ايه الاسلوب بتاعهم فبجد من الحاجات اللي هي ممتعة واللي هو بتوسع مجال المعرفة بتاعك اقدري كمان فترة الاجازة ان كنت تستغلل الاجازة في انك تحفظي القرآن الكريم ودي حاجة تفيدك في الدنيا والاخرى فبجد القرآن الكريم من الحاجات الضرورية جدا اللي هو لازم احنا نهتم بدنا حتى لو قدرت ان كنت تحفظي جزئين او جزء واحد في فترة الاجازة الصيفية او الاجازة المدرسية بتاعتك فبجد هيفرق معاك جدا 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 وهيبقى انجاز كبير اوي بالنسبة لك لو قدرت تحفظي تقدري مثلا كل يوم تحفظي خمس ايات كده وترجع عليهم كل يوم بجد الموضوع هيبقى حلو جدا وانتي هتحس بروحه نفسية رهيبة جدا لما تلاقي نفسك احفظي صورة جديدة وكمان تقدر تستغلل فترة الاجازة ان كنت تتقربي من ربنا وتحاولي تلتزمي في الصلاة بتاعتك تلتزمي في العبادات بتاعتك تقربي من ربنا اكتر تستغفر ربنا اكتر خصصا من نفسك اللي هو ورد من القرآن كده كل يوم وانك انت تقرق قرآن تصبحي مساء الف مرة مساء تذكر ربنا الف مرة كمان تقدري بفترة الاجازة ان كنت تعملي تنصيقات اللي هو صيفية بهدومك اللي عندك كده وتشوف الهدوم اللي عندك وتشوف ايه الحاجات المناسبة لك الحاجات اللي مش مناسبة لك اللي هي انت حاسة ان هي قصرت عليك او هي دائت عليك خلاص ان كنتش هتقدر تلبسيها مرة تانية تقدر تلو هو توزعيها اللي هو للناس المحتاجة في ناس بتكون فعلا محتاجة فتقدر توزعي لهم اللي هو الهدوم بتاعتك اللي انت مش هتلبسيها مرة تانية بجد الموضوع حلو جدا جدا وهيبقى صادقة ولكي اجروا صواب كبير قوي عند ربنا كمان تقدر تلعبي مع اخواتك وفي فترة الاجازة لو انت مش فتقدر تطلع من البيت اصلا تلعبي مع اخواتك اولاد اختك بنات اختك وكمان تلعبي معهم كده وتصور اللي هو اللعب والحاجات دي هتفضل معاك الزكريات دي لسنين كتير قوي يعني لو شفتين بعد خمس سنين هتفضل تتحاكي كده كأنها بتحصل اول مرة انا هنا بالفيديو ده كنت بصور بس ما كانش في بالي ان انا هنزلها على اليوتيوب اصلا وكنت بالعب مع ابن اختي بجد موضوع مضحك قوي يعني مع ان الفيديو ده مصوراته قريبا من شهر ولكن كل ما مشوفوا الفيديو بفضل اتحك فبجد الموضوع حلو قوي وفن قوي كمان تقدري تروحي كمان في فترة الاجازة انك تتروحي مصيف طالما احنا باجازة صيفية يبقى خلاص لازم تروحي مصيف تقدري تروحي مصيف وتجهزي شنطة الصفر بتاعتك وتصوري بقى وتصوري وتروح مع اصحابك وتروحي مع عائلتك وتنزل البحر ده هيغير من نفسيتك 180 درجة كمان تقدري في فترة الاجازة انك تتعلمي عن صناعة سلاسل او اعمال يدوية او اكسسوارات كيوت كده للبنات تقدري تتعلمي اللي هو ازاي تصنعيهم وتبعيهم بعد كده لاصحابك لجرانك سويت معاكم قبل كده فيديو عن طريقة اللي هو صناعة سلاسل كيوت كده للبنات بجد موضوع حل وقوي شوف الفيديو هتلاقوه في الطعليق المسبت تحت او هتلاقوه في القناة تحت بجد موضوع حل وقوي وهتحس اللي هو يعني هيشغل اللي هو الوقت الفراغ بتاعك فبجد اللي هو صناعة السلاسل والحاجات دي تقدري كمان انتي تستخدميهم يعني حتى لو مشدعيهم بجد موضوع حلوى اوي 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 كمان في فترة الاجازة تقدري اللي هو تعملي حاجات تزيني بيها القوضة بتاعتك كده سويت معاكم سلسلة كاملة عن التجهيزات بتاعت قط الجديدة الناس المتابعيني اكيد شفت الفيديوهات دي كلها تقدري تعملي اللي هو جبت المراية هنا وحطت عليها اللي هو الخرز اللولي ده بجد شكلها تغير 180 درجة بجد من الحاجات الحلوى جدا سويت معاكم فيديو عن صناعة اللي هو اعمال يدوية اللي هو لبيتي اس للفرقة المفضلة بتاعتك وكمان عملت حاجات للغرفة بتاعتي تقدر تشوف الفيديات دي كلها هتلاقوها في التعليق المثبت تحت بجد بصوا المراية بقى شكلها حلوة ازاي وكيوت ازاي فبجد حاولوا تستغلوا فترة الاجازة برضو انكم انتوا تزينوا القوضة بتاعتكم او تعملوا اعمال يدوية كمان تقدروا فترة الاجازة انكت تعملي اللي هو كل اسبوع كده اللي هو تعملي مسكات للبشرة البشرة من الحاجات المهمة جدا 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 لكل بنت تقدروا فترة الاجازة انكت بقى تستغلي كل اسبوع تعملي اسكرب للشفايف تعملي اسكربات للبشرة تعملي مسكات للبشرة وكمان قبل كده سويت معاكم ازاي تعملي غسول للبشرة شوفوا الفيديو هيفيدكم جدا لانه الغسول من الحاجات المهمة جدا 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 والضرورية لكل بنت لا ينفع نهتم ببشريتنا وليس معنا غسول أصلا فسويت معاكم ازاي تعملي غسول في البيت بمكونات سهلة شوفوا الفيديو وحاولوا تعمله غسول كده لانه غسول من الحاجات الضرورية جدا جدا وكمان العناية بالبشرة والشفايف والهالات السوداء والعناية بالجسم من الحاجات المهمة والضرورية جدا هتلاقوا فيديوهات كتير قوي نزلتها على القناة عن اللي هو العناية بالبشرة والجسم تقدروا تشوفوهم لانه موضوع مهم جدا جدا لكل بنت خاصة لو انت بنت يعني منفعش ما تكونيش بتهتم ببشرتك منفعش تكونيش لو مش بتهتم بشفايفك وهكذا فالعناية بالبشرة من الحاجات الضرورية جدا 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 فحاول انك انت تهتم ببشرتك كل اسبوع تقدر كمان في فترة الاجازة ان كنت تصحي بدري زي ما انتوا سامعين كده ايوة تصحي بدري لما انت تصحي بدري بجتم الحاجات الحلوة جدا 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 تمشي في الشوارع كده هتلاقي الشوارع حادية جدا وهتلاقي كمان بص الزرع كده تلاقوه منور وكل حاجة جميلة بصراحة انا من الناس بحب جدا انا اصحى بدر كده وتمشى في الشوارع وجدا موضوع حلوى قوي قوي وهيفرق معاكم وفي نفسيتكم جدا تقدري كمان في فترة الاجازة انك انت بقى ايه تعمل اللي هو زي كده اللي هو شوبينك وتشتري اللي هو الحاجات اللي انت رأساكي انا هنا اشتريت كريمات واشتريت كمان صنبلوك واشتريت العلبة بتاعت المسكوات دي واشتريت حاجات للبشرة كمان تقدري بفترة الاجازة انك انت تطلعي مع اصحابك كده وتشتروا اللي هو ايه حاجة انتو حبينها انا اشتريت البتاع ده بجد كان اول مرة جربه بجد طعمه خطير حلوى قوي 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 بصراحة نسيت اصوره معاكم بس بجد من الحاجات اللي عجبتني جدا جدا وكمان تقدروا اللي هو تشتروا ايه كريم كده في الاجازة الصيفية بما انه اللي هو الجو حر اصلا تصوروا وتعملوا كده ذكريات حلوة تتحكوا عليها بعد سنين كتير عشان كده بقول لكم لازم توصقوا كل لحظاتكم لانكم انتو تصوروا تعملوا فيديو وتشاركوا كل حاجة لانه هي تكون معاكم للذكرة تقدري بفترة الاجازة ان كنت تتعلمي اي اللي هو رياضة انت حابة تتعلميها انا هنا كنت بحاول اتعلم الاسكت الصراحة انا كنت بحبة العب وبعرف العب بس اه قعدت بفترة كبيرة قوي تقريبا سنة ما بلعبش فحسيت نفسي مش عارفة اصبط نفسي زي ما انت شايفين كده فبجد موضوع حلو قوي قوي اكتبولي انتو من الناس اللي هو عارفين بتعرفوا تلعبوا اللعبة دي ولا لا بجد هي اللعبة حلوة جدا جدا بس مع ذلك لو وقعتي يعني اللي هو بتتعوري جامد 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 فبجد موضوع حلو قوي على قد ما اللي هو ممكن يكون اضراره كبيرة قوي فهنا انا كنت بجرب كده لعب الاسكت زي ما انتو شايفين كان الجو هادي خالص وما كانش فيه ناس كتر قوي في الشارع زي ما اقلت لكم وانا بحب اصلا اصحى بدري كده واروح اطلع في الشارع اصور بقى اتمشى اللي هو اللعب اللي هو بالاسكت بتاعي فبجد موضوع حلو قوي دي كل الحاجات اللي انا كنت احبه اقول لكم عليها في اللي هو زي تستغلوا الفقلة تستغلوا الحاطلة الصيفية بتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسنا شكرا